دكتور مصفى مدبولي ليه لقطات كده بصراحة بتعجبني يعني يعني هي لقطات بس وحيدة يا خير لا يا عم انت تيجي تغلطني في الحالة الاخيرة من المصرفان دي علاقتنا بالراجل طيبة وزي الفل يعني لكن مثلا هو من فترة التقى بعدد من الوزراء قال لهم انا عايزة اعرف قائمة باهم المستثمرين في العالم شركات افراد سنديق سيادية ونشوف هم عايزين يستثمروا ايه في مصر ونقدموا له عمل لقاء تاني علشان يشجع الصادرات ويقابل مصدرين عندكم مشاكل ايه وصرف جزء من فلوس دعم الصادرات طبعا انت لو قعدت مع بعض المصدرين هيحكولك قصص تانية خالص بس على الاقل الراجل نفذ التزاما رئاسيا بسداد دعم الصادرات عمل ايه بقى دكتور مصطفى مدبولي قال انا عايزة راجع جميع الاتفاقيات التجارية بمصر ودول العالم ايه الكلام ده يا دكتور مصطفى عمل لقاء مع وزيرة التخطيط دكتورة هلا السعيد وانه هنقها بالجايزة اللي فازت بيها مؤخرا وقابل نفين جامع وزير التجارة والصناعة وقال انا عايز كل الاتفاقات اللي الحكومة المصرية وقعتها مع بلدان العالم اتفاقيات ايه يا امر اتفاقيات تجارية انت بتقول رئيس الوزراء يا امر ايه يعني ما قالك فيها ايه يعني طيب ايه الاتفاقات تجارية دكتور مصطفى قالك انا عايز اشوف احنا بنستورد ايه هنمسك كل الاتفاق على حد مع كل دولة مثال مثال احنا بنصدر ايه لليابان بنستورد ايه من اليابان هشوف الوريدات بتاعتنا ما دي اتفاق تجاري هل الوريدات دي واحد قادر استغنى عنها قادر استغنى مثلا على الكافيار هديجي تقول لي هو الكافيار بنجيبه من اليابان يا عم لا انا بدي لك مثال طيب هل فيه امكانية ان احنا نصنع ما يمكن الاستغناء عنه يعني انا بستورد اساتك هل تعلم ان احنا بنستورد الاساتك اللي بتربط بيها روزة من الفلوس دي بنستوردها من بر طيب لو احنا شفنا فيه اتفاقية تجارية بيننا وبين دولة هل ممكن ان احنا يعني نقل الاستراض نلغيه ونعمل مصنع اساتك وارد دكتور مصطفى مدبولي بقى عاوز يجيب كل الاتفاقيات اللي بين مصر وكل دول العالم ده تقريبا لا تقل عن 180 اتفاقية ماشي كده ويمسك اتفاقية اتفاقية ده شغل حلو يعني عارف ده شغل واحد صاحب شركة رئيس مجلس دارة شركة عايز يمسك باند باند عشان عاوز يعمل تقشف يعني عايز يزبط الداني وانا استورد ليه وانا ادفع دولارات وعملة صعبة ليه ما تيجي اعمل الصناعة دي هنا اللقطة دي حلو بس انا حابب بالرئيس الوزراء ييجي بلاش هو يعني علشان الوضع ما يبقاش حساس قوي بس متحدث في اسم وزارة وكده يعني اوقفنا استراض الاساتيك مثلا وقررنا انشاء مصنع كذا انا بدي مثال يعني انا عايز نتيجة اراها كمواطن انا الخبر حلو جدا وربما يكون هو اول رئيس الوزراء يفعل حاجة زي كده وانا اساسا بتابع كل اخبار رسمية وعدة فليها يعني بس انا حابب ان اعرف نتيجة ده ايه بس انا حلو ان انت جبت كل الاتفاءات التجارية بس نتيجة ايه وفرت لنا ايه دولارات عملة صعبة ثم صنعت ايه هنا في مصر كل الصناعات اتمنى طبعا القصة دي تبعلي اتمنى طبعا اتمنى طبعا اتمنى طبعا اتمنى طبعا